كلام مسؤول وقال يحدث بموجب هذا المرسوم نظام خاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بهدف يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيزهن على تحسين ظروف عائش عائلتهن وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي مع انتفاعهن بنظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على التحقيق. والمرض وجرايات الشيخوخة والعاجز والباقينة بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا المرسوم. سيمو حمد الناصر مرابط ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن رحبوا بك برشا وشكرا أنك قبلت تكون موجود معنا. سيمو حمد الناصر كانت تعطينا فكرة أوضحة ولا تفسرنا بصفة أكثر وضوح. ما جاء في المرسوم هذا واللي كنت نقرأ فيه وشنو أهم المنافع اللي بيشتتمتع بهم العاملات الفلاحيات بعنوان النظام هذا؟ المرسوم كما ذكرته مرسوم رئاسي عدد أربعان سنتين فين واربع وعشرين هو الحقيقة المرسوم يكرس ويخلي الدولة تستعيد دورها الاجتماعي. وجاء كذلك بتابعاً لتعليمات سيادة الرئيس بأحداث صندوق الحيمة الاجتماعية للعملات الفلاحيات. الهدف الرئيسية من المرسوم هذي الهدف الأول وكما ذكرت سيادتك هو التوفير منافع للضمان الاجتماعي للفئة هذية. كذلك يستفيدوا من برامج الأمان الاجتماعي وفما جزء هام هو الإدماج الاقتصادي للعملات الفلاحيات وتوفير عمل لائق ونقل مناهة آمن لفاية العملات الفلاحية هذو من الأهداف الرئيسية. شكوني نجم يتمتع وينتفع بالمجاء بالمرسوم احنا نحكيوه العاملة الفلاحية اللي تمارس نشاط فلاحي حسب تعريف مجلة شغل. سواء نتمارس نشاط فلاحي لحسابها الخاص نقولولها عاملة غير أجيرة تمارس بصفة أساسية نشاط فلاحي لحسابها الخاص أو عاملة فلاحية أجيرة لدى مشغل لدى سحب عمل. تمارس نشاط ذلك لدى مؤجر أو عدة مؤجرين والمدة تساوي أو تفوق 15 يوم في الشهر أو 45 يوم في الثلاثية أو 180 يوم في السنة. هنا لاحظوا أنه فما مرونة لأعتبار أيام العمل المنجسة من قبل العاملة الفلاحية اللي من شأنه أنه يدخل في مراحل حياة مهنية متاحها ويفتحها للحق في مختلف منافع ضمن اجتماعي. حقوقنا مش مؤجر واحد ينجي مؤجر وعدة مؤجرين وكذلك الفترات المهنية المعتبرة ما نفهم سوكليس في اعتبار الفترات للعمل متاع العاملة الفلاحية. كذلك المرسوم هذا جاء بتعريف جديد ووسع في مجال التطبيق متاعه من خلال نص على المستغلات الفلاحية العائلية. عديد النشاط الفلاحي في تونس تميز أنه عنده تابع عائلي. نتلقى الأب ومعها الأب والبنت اللي مارسوا نشاط فلاحي وهذا ما عددهم هام وكبير. وقال للمشارع أن المستغلات الفلاحية العائلية هي اللي يستغل أصحابها وأفراد العائلية فقط ما يشغلوش معهم أجراء. دونك هذا مجال تطبيق نص. في مخص المنافع فما منافع الضمان الاجتماعي ومنافع الأمل الاجتماعي. لأنه هو صندوق للحماية الاجتماعية مش للتطبيق الاجتماعي فقط. الحماية الاجتماعية بقسمها تطبيق اجتماعية أي منافع تأمينية والأمل الاجتماعي فيما يخص الإعانات الاجتماعية المسلطة. ناخذ منافع الضمان الاجتماعي. الحقيقة هنا المشرع كان عنها أدرج تقريبا كل منافع الضمان الاجتماعي. نذكره بالخصوص المرأة العاملة في القطاع الفلاحي سواء أجيرة أو غير أجيرة نجم تمتع بتأمين عن مرض. ما نهى تأمين عن مرض؟ العلاج والخدمات الصحية التكملية وكذلك فما المنحة النقدية. منحة المرض في صورة تغيب نتيجة المرض وكذلك منحة وعطل الأمم. كذلك منافع تأمين عن مرض. كذلك العاملة الفلاحية تتمتع بكل أنواع الجريات. جريات الشيخوخة عند بلوخ حسين القانوني لحال التقاعد أو جريات العجز. وكذلك تنتقل الجريات هذه إلى الباقين بعد الوفاة القارين الأرمن معناها واليتامة. هذا في مخص المنافع الضمان الاجتماعي فما زاد وهذا مهم جدا ومثل ما تعرفوا من خلال الأعلام العديد العاملات الفلاحية يتعرضوا إلى الحوادث متع النقل. هنا المشرع مكن العاملات الفلاحيات أجيرات وغير أجيرات من انتفاع بالتعويض الأضرار الناجمة عن حواد الشغل والأمراض المهنية. من خلال إقرار وجوبية انخيرات سواء صاحب العمل وهذا بصفة عادية. أي صاحب عمل في أي نظام الأنظام المجتمعية عنده واجب أنه يأمن الأجراء متاعه ضد مخاطر المهنية اللي يتعرضوا لأثناء ومعنى بمناسبة ممارسة النشاط المتاعهم أو بسبب ممارسة النشاط وكذلك يأمنهم زادة من الأختار المتعلقة بالتنقل من وإلى مكان العمل المتاعهم. كل فواجهة متاع الطريقة ده ينجموا العاملات الفلاحيات يتمتعوا بالتغطية في نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حواد الشغل الأمر الضماني. سي محمد الناصر مرابط توا بش نعقب على كلمك قلت إن وجوبية الانخيرات. كيفاش نضمن ووجوبية الانخيرات هذية هل فما لي جانجي هوية تاب على وزارة الشؤون الاجتماعية اتعرف بنظام الحماية هذية وبكل مزاياه للعاملات الفلاحيات ولا حتى للأجراء اللي يخدموا في النساء هذو ما لازمهم يمشيوا ويعرفوا بهم ويعطيوا ليست قائمة كاملة بالعباد اللي تخدم فيهم. ما كولين؟ بضبط. اه؟ احنا من الوجوبية هذية جيت بمستقل القانون سواء في الانخيرات في انظيم الضمان اجتماعي. مهم. انظيمة العملات الفلاحيات الاجرات او غير الاجرات. فما اقرار الوجوبية. كذلك نضافة الوجوبية بنسبة لعاملات الفلاحيات غير الاجرات بعنوان نظام حواد الشغل والامراض المهنية. مهم. كيفاش نضمن كما قلت سيادك. بضبط. منها تفعيل النظام اذا. احنا في مستوى المرسوم اه فما السجل الوطني لعاملات الفلاحيات. اذا السجل الوطني شقع منها مسكوا من قبل وزارة الاجتماعية لكن بالتعاون مع جميع الهياكل والوزارات المتدخلة وعلى رأسهم وزارة الفلاحة. مهم. وشنان تلقوا ان شاء الله في منها تجميع المعطيات متعلقة بالعملات الفلاحيات. مهم. العملات المرس ونشاط الفلاحي وفقا للتعريف اللي جاء بالمرسوم ويقع تسجيلهم بصفة الية في البنك المعطيات والسجل الوطني لعاملات الفلاحيات. مهم. مهم. اذا اذا عنا المعطيات هذه الكل الخطوة الثانية متاع التسجيل متاحهم بضمن اجتماعي انتفاحهم بالنقل الامن انتفاحهم بمنافع الضمن اجتماعي بضرورة يكون متوفر. مهم. حاجة اخرى كما ذكرت سيادك احنا في المرسوم فما مجموعة من آآ الاليات اللي توضعت لي حوكمت نظام الحماية الاجتماعية لعاملات الفلاحيات. وهذا مهم مع اللقر بالضبط منها فما هاجس متاع تفعيل النظام هذا. فما آليات متاع تصرف وفما آليات متاع متابعة وتقييم وكذلك ادخال تعديلات. تم احداث لجنة فنية على مستوى وزارة الفلاحية والضم كافلات متدخلة. الهدف منها هو تقييم تدخلات صندوق الحماية الاجتماعية وتعديل الاجراءات اذا اذا طلب الامر. على مستوى الجهوي كذلك اللي جان منها جهوية تعنى بانتقاء المشاريع الفلاحية اللي بيش تاخده الدعم وتاخده كل ما هو حوافز وتشجيعات ولا تندرج في اطار برامج جهوية للتنمية الجهوية. لنك هذو كلها آليات ومنها ومنها متابعة وتقييم وكذلك هي تمكن من تعديل تعديل البرامج متعانة في صورة انه اذا كان مؤشرة دل على انه ما تمش تحقيق الهدف المرجو من خلال الغاية من احداث صندوق الحماية الاجتماعية العاملات الفلاحية. آآ سيمو حامد سيمو حامد الناصر مرابط قبل احداث السجل الوطني هذي عنيش عدد العاملات الفلاحيات حتى حتى حسب تقريبه مش حتى مش رقم ما صحيح. بضبط هو العدد الجملة العاملات الفلاحيات من خلال دراسات الجدية دراسات اللي قاموا به بعديد مؤسسة الدولية. تقول انه ما بين اربعمية خمسين الف وخمسمائة الف عاملة فلاحية. لكن اني نأكد على حاجة في النقطة هذية روى العمل الفلاحي يتسم بالطابع العائلي. عديد العاملين في القطاع الفلاحي علاقة شغلية منها تقريبا هي هي نشاط فلاحي. الاب يورث العمل لذاك الابن بتاعه وإلا البنت تمارس النشاط. حاجة اخرى فما كذلك العمل الفلاحي هو كنت لاحظو هو عمل الموسمي عمل مرتبط بالتقلب متاع العوامل المناخية. اي انو العمل الفلاحي يمارس نشاط فلاحي فترة معينة وفما فترات ينجم يكون ينتقل الى النشاط اخر. مهم. دونك اذا منها بالنسبة الفما صعوبة في التحديد. واحنا هيكا لاش تم ادراج سجل الوطني العاملات الفلاحيات الى نظته. وخاصة مش كان نظر بتاحنا في السجل هذي شنو معطيات اللي بشكون مدرجة. فما معطيات السوسيو ديموغرافيك منها على السن تركيبة متاع العائلة. وكذا. ثم معطيات متعلقة بهالانو العاملين هذو ما انتفعوا ببرامج ضمن اجتماعي في السابق ولا هالانو ما انتفعوا ببرامج الامان الاجتماعي ولا لا. دونك كذا مهم. مهم بفضل. في تصويب التدخلات متاع الصندوق اللي حاطة بالا بالعاملين بالا بالعاملات الفلاحيات. مهم. سي محمد الناصر مرابط كيما حكيت سيادتك وكيما جاء في المرسوم زي ده. آآ فما كلم على ادماج اقتصادي. كانت فسرينها بالضبط فيش يتمثل الادماج الاقتصادي ايضا للعاملات الفلاحيات. الهدف من الادماج الاقتصادي فما فكرة رئيسية ان تكون العاملة في القطاع الفلاحي هذية تكون فاعل اقتصادي نشيط. شمانها؟ معنى يسام في التنمية في الجهة. هذيك فاش نتنجم ونتوصلوله. اذا كان هي عاملة فلاحية فما عديد برامج متاع التأهيل والتكوين. مهم. اللي يتمكن من اكسابها مؤهلات. تقنية ولا مهنية اضافية وكذلك مهارات تطبيقية. شنو يأثر هذا? يأثر على انه يحسن من قابلية متاع التشغيل المتاحة. يسهل من الادماج متاحها في سوق شغل. وكذلك النجم يكون حتى يحسن من التأجير متاحها ومن الدخل المتاحها. اثنين الجانب بتاع التكوين ينعكس حتى على الانتاج الفلاحي والجودة متاع الانتاج وحتى كميات الانتاج. وهذا هذا مهم. وهذا يبش يضافر فيه جهود وزارة الانشماعية وزارة التكوين المهنية والتشغيل وكذلك وزارة الفلاحة وخاصة نذكر بالشكل معناها وكالة التكوين والارشاد الفلاحي. مهم. دونك اه هذا في مخص في مخص الادماج الاقتصادي بالنسبة للعملة الفلاحية. مهم. بالنسبة اللي يحب يبعث مشروع. مشروع فلاحي. مهم. احنا هو حتى في المرسوم فيما فيما رغبة في نشر ثقافة روح المبادرة وبعث المشاريع تحسن من خلال النص. مهم. من خلال اقرار مجموعة من الاجراءات. اولا من الاجراء انه يعطيوه الاولوية للعملات الفلاحيات في البرامج في الحياة على المستوى المناطق الجاوي. كذلك فما اجراءات تفاضلية في برامج التكوين والتشغيل. الاستفادة من مجموعة النصوص التشريحة وخاصة قانون الاستثمار اللي جاء بامتيازات جبائية وعملية مناعة عديدة في مقطع الفلاحة. لماذا لا تستفيد منها المشاريع الفلاحية اه الصغرى. كذلك فما الجانب منتع التمويل. صندوق الحماية الاجتماعية للعملات الفلاحيات. يصغر منها ييمول المشاريع الفلاحية الفرضية والمشاريع الفلاحية العائلية ويمكنها من تمويل. كذلك ببنك التونسي للتضامن يساهم في تمويل المشاريع الفلاحية. كذلك كل من شأنه انه شنو الفكرة انه يخلي ان العاملة الفلاحية تندمج في المحيط متاحها وتولي عندها قابلية متاع انها يما قابلية تحسين قابلية التشغيل وإلا بعث مشاريع ويخليها منها عنصر فاعل على مستوى على المستوى الاقتصادي. آآ سيمو حامد الناصر مرابط الانتفاع من نظام الحماية هذية مش يكون دفعة واحدة للعملات الفلاحية للكل بينسوق بعد ما انه يتم السيجل هذك اللي حكنا عليه ولا عبر مراحل? الأولوية بالأولويات. لا لا هو يدخل آآ آآ نظام الحماية الاجتماعية العاملة في الحياة من صدور باذن الله احنا في بصدد اعداد الاوامر التطبيقية وفهمها مجموعة من القرارات واتفاقيات سيقاء براما. آآ ومن صدور متاحها بينها الامر متعلق بنظام الحماية الاجتماعية الامر المتعلق بالادماج الاقتصادي مجموعة من نصوص ايذ كان آآ صدرت ويدخل حيز التنطبيق وينتفع تنتفع بكل عاملات. كل عاملات. كل عاملات. كل هو موجه لكل عاملات الفلاحيات. آآ سيمو حامد مرابط شنو مصادر تمويل الصندوق هذا? يا تكسر بالنسبة لصندوق الحماية الاجتماعية لعاملات الفلاحيات. الحق في النص التشريعي. فما تنويع في مصادر التمويل. فما نسبة اي خمسة مليون دينار تم تخصيصها على ميزانية الدولة. وكذلك فما نسبة واحد بالمئة من اقصاد تأمين ومعاليم الاشتراكات المتعلقة بجميع فروع التأمين. آآ وهذه نسبة ما بشتمول النظام هذي. آآ كذلك آآ فما معلوم خمسة دينارات على كل شهادة آآ فحص فني. آآ فما نسبة عشرة بالمئة من مبلغ الجملة الخطايا المرورية المستخلصة. آآ بشتمول النظام الهذياء. دونك في قانون مالية لسنة الفين وخمسة وعشرين. آآ ما تروح كيفية تمويل صندوق الحماية الاجتماعية لعاملات الفلاحيات. وكان نلاحظوا الهناء ما يعتمدش فقط على المساهمات متاع العاملة الفلاحية الاجيرة والمساهمات متاع صاحب العمل. آآ كذلك يعتمد على تنوية مصادر التمويل من خلال مصادر تمويل اضافية والفكر الاساسية كفاش نحافظوا على التوازن مالي نظام التغطية الاجتماعية ما بين مجموعة المنافع على بشيق يقع ازدائها وهي منافع معناها كثيرة والموارد المالية لتمويل النظام التغطية الاجتماعية. آآ سي محمد آآ سي محمد الناصر العباد اللي تسمع فينا توا العاملات الفلاحيات اليوم عندهم نظام اجتماعي نظام تغطية؟ بي احنا في النص داي تم تعريف العاملات الفلاحية كما ذكرت لك. آآآ والانظام الضمن اجتماعي الحالية. الحالية اي. تشمل معنا الفئة متاع العاملين الفلاحيين تشمل. عنا نظام الضمن اجتماعي للعاملات الفلاحية للعامل الفلاحي معناها. نظام لا تتجاوز خمسة واربعين يوم. آآآ وذلك انه علاقة شغلية بين اجير ومؤجر لمدة لا تقل خمسة واربعين يوم مع نفس المؤجر في الثلاثية كانت عائق ان تكون نسبة تغطية مرتفعة واللي هي لا تتجاوز حداش بالمية اثناشين بالمية. النسبة متدني في حين ان نسبة تغطية الاجتماعية الجملية لمجموعة انظمة الضمن اجتماعي تفوق ثلاثة واثمانين بالمية وهي نسبة مقبولة. اذا فما اشكالية في التغطية الاجتماعية للفئات الهشة. للفئات الضعيفة كما مثلا الفئة متاع العاملات الفلاحية. ولذا جاء نص القانون لتدارك النقاص اللي اذكرتها توا من خلال توسيع مجال التطبيق متاعه في المدة متاع العمل والمدة اللي يقع اعتباره في مراحل الحياة المهنية في ارتباطه بمؤجر واحد قلنا لا احنا التابع الفلاحي العاملة الفلاحية تنتقل من مؤجر الى مؤجر بدون في النجم احنا نعتبره كل الفترات حتى عند عديد العديد المؤجرين. كذلك في مخص. كذلك فما نظام الفئات محدودة الدخل اللي هي نظام يأمن التغطية الاجتماعية لصغار مربي الحيوانات لصغار الفلاحين لكن يعتبرهم منهم مستقلين. كذلك يوفر التغطية اجتماعية. وفيه فما نظام اخر ثالث اللي هو ما يشملش الفئات الصغيرة والهشة وصغار الفلاحين وصغار مستغلين الفلاحين يهم المؤسسة الفلاحية المهيكلة وهو نظام الاجراء في القطاع الفلاحي اه المحسن سميوه اللي يهم الذوات المعنوية وتنشط في القطاع الفلاحي وكذلك المستغلين الفلاحين اللي يشغلوا عماء القارين يتجاوز العدد متاحهم ثلاثين عام القار وهذه النظام هذين نسبة تغطية متاعه نسبة مرتفعة مرتفعة وانا فوق الثلاثة وثمانين بالمئة من احسن نسبة تغطية اجتماعية في قطاع الضمن الاجتماعي. دونك النص القانوني اللي جاهل هنا خذاب عن اعتبار واقع الفلاحي خذاب عن الاعتبار ممكن التحديات المفروضة بالنسبة للانظمة التغطية الاجتماعية الحالية وجاب عديد تحسينات. اولا جاب النظام ومن المنافع المزداد في النظام الضيء. اه. اثنين فما تسيلات على مستوى طريقة دفع المساهمات وبشقة فما منصة رقمية. لدفع الاشتراكات وكذلك للحصول على المنافع. وخاصة ان نقول فما لتجديد ان الجزء المتعلق بالادماج الاقتصادي مهم. علاش تبعث مشاريع فما ديمومة في المشاريع ذاكة. اه. ومن ثم يقع اذا انسان يتحسن الدخل المتاع وراه يخمم في التغطية الاجتماعية ويخمم انه يأمل نفسه وافراد العائلة يمتاعه معنا القارين وابنائه ضد المخاطر يتعرضلها في الحياة. ضد المخاطر المهنية متعلقة بالامراض المهنية وحاوض الشغل الامراض مهنية. بالضبط. اه بش نخت موسي محمد الناصر مرابط ديما في علاقة بالادماج الاقتصادي. اليوم في الواقع هل فما تجارب في الادماج الاقتصادي فيها تثمين المنتوج الفلاحي? عنا تجارب ورقائية اليوم. اه. هو فما عديد البرامج المتعلقة بالادماج الاقتصادي. اه. الاشكال انه فما تشتت نوعا ما البرامج وكل وزارة عندها برامج خاصة به. نجم نذكره على سبيل ذكر فما برامج لادماج الاقتصادي على مستوى وزارة المرأة. فكالرائدات وكذلك. فما برامج لفات العملات الفلاحيات. فما برامج على مستوى الصندوق الوطني للتشغيل والوزارة التشغيل والتكوين المهني. فما برامج كذلك على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية. مه. بل كان يطلق عليها التمكين الاقتصادي. احنا نحبه نقوله توا. الادماج الاقتصادي. وكذلك عديد عديد المشاريع وكل وزارة عندها مجموعة مشاريع. فما تجرب نجحة في الواقع? نعم فما تجربناها. والله مؤخرا عملت زيارة جهة جهة عين درهم في المناطق الحدودية مع الجزائر. وكذلك زيارة الى ولاية اه القسرين ونعطيك بعض النماذج. مه. اللي تنصهر في الرؤية اللي جاء بها نص القانون. مثلا انا في القسرين شفت الانتاج متاع طماط. مه. في الانتاج متاع طماطن فما جزء يمشي للترويج على السوق الداخلية. اه. لكن زادة كذلك في اطار نقوله احنا اكل سلاسل القيم لشان دو فالور في الجه. مه. فما اني يقع تحويل طماطم هذيك للشريحة احنا نعرفها. اه. اه. وراه هذه عليها اقبال كبير على السوق العالمي. خاصة ايطاليا. محمد ناسك. وراه فيها نسبة متع صادرات كبيرة. اللي ما يعرفش اش معناها الشريحة هي تماطم انشيحوها. ومتبدأ عليها الملح اذاك وراهو احنا في التقاليد متاعنا. اه. اه. كنا نمانها المرأة تونسية الملحة المجدية. تعمل الشريحة وتعملها عولي. حاجة اخرى نعطيك في القسرين ان شفت التجربة متاع تثمين المنتوج متاع تفاح. قسرين عنده خصية وهذا زادة المرسوم هذي فيه الجانب متاع التركيز على الجانب محلي والجهوي. كيفاش? قلنا احنا كل جهة في تونس معروفة بانتاج في لاح ومعين. فضبط. انا اذكرت مثال تجربة متاع القسرين في انتاج دماطم فما التجربة رائدة فيه انتاج التفاح. شي عملوا? المنتوج اللي عنده جودة. يمشي للسوق للتوزيع لانه هذاك بش تكون اثمان متاعه تكون اثمان حاسنا باعتبار الجودة متاع المنتوج. ثم يقع الاقل الجودة يمشي يعملوه شيبس متاع التفاح. ويصدروه. واللي هو كلا فيه نوع من احنا مضروب ولا متعفن شوية. ايه. يمشي يعملوه خل متاع تفاح. بمعنى المنتوج الكل يقع الاستغلال متاعه. ويقع التثمين متاعه. هذي شمانها نعطي قيزون بالاخر. احنا في الجارية تو موسم متاع التمور. مهم. وتبرك الله سابة متاع تمور. مهم. عالش ما نخموش وحنا احنا اعنا ازمة متاع سكر انا ننجو سكر ما 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 التمر. وحتى هو حتى من الجانب الصحي افضل ما السكر الا 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 نستلكوه. نعطيك قيزون بالاخر الا في عند رهم ونختم باذايا. مهم. اني زرت منها الحقيقة مجمع مهني في القطاع الفلاحي. مهم. يعني بكل ما هو كل الزيوت النباتية بالضبط. والحقيقة تجارب رائدة وراهوا يصدروا المنتوجة ذاك وعليه اقبال في الخارج وشاركوا في عديد المعارض ونعرفهم في معارض متاع صناعات تقليدية وفلا كذلك المعارضة تتعمل في في واني كانت لي مانا فرصة وشارف كذلك للتعرف على النساء ذوما والحقيقة اللي يعملوا فيه رو حاجة مبهرة وحاجات فمنها يفتخر به توانسا. اجابة انا على سؤال متاعك. عنا تجارب نموذجية رو نبنيو عليها ونمشو في في الاتجاه هذي. مهم. لكن هذي مشو مانا حاجة سهلة. في مجموعة مرهانات. اكيد. وراهو التغطية الاجتماعية للفئة ذي الهشة والفئة ذي الصغيرة مرهون بتجانس سياسات التجانس وتناسق السياسات. ايه. العمومية ما بين كل المتدخلين. اكيد. من وزارة الفلاحة. من وزارة شؤون اجتماعية. من وزارة التشغيل. من وزارة المالية ومن بنك التونسي للتضامن. ايه. لونك الناس كل يزم تتجن وتسخر. اه. باش نعملوا الادماج الاقتصادي لعاملات الفلاحيات. واحنا دورنا على مستوى ضمن اجتماعي. انه نسديلهم كل المنافع. وهنا المشارعة عدتهم عديد المنافع في الضمن اجتماعي. خلي انه يقبلوا على الانخراط في النظام شكرا ليك. سي محمد الناسر مرابط ممثل عن وزارة شؤون اجتماعية على كل التفاصيل اللي قدمتهمنا. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك. اميرة رجعين بعد مجزة. الاخبار.